السلام عليكم الحادقات اهلا وسهلا و مرحبا بكم معي في فيديو جديد وصفتنا اليوم ملو مخمار يأتي مورقه شيش و فش فش وبنين بساف بطريقة سريعة نحضر منه كمية كبيرة اللي ممكن تحتفظ بها سواء في تلاجة او في المجمد و كذلك ينفح الناس اللي يخدموا الطلبيات بهالطريقة هذه فرهة سريعة جدا تمنى الوصفة اليوم تعجبكم و يلا نبتاو بسم الله بالنسبة و العجينة المخمار في الاينا 500 كرام الفينوم مع ابيض تطبيق نضيف عليهم و حسب الضوء بلقة صغيرة الملحة بلقة صغيرة الملحة و حسب الضوء بلقة صغيرة مرحة بلقة صغيرة الحلوة و 8 لقلقة صغيرة نضيف 1 كاس الحليب الدافي 200 ميلي لتر وفي بلاس الحليب تعودوا بمعلقة كبيرة حليب بودرة أو كاس البن أو علبة الياغور وقوم بمعلقة كبيرة نضيف الماء قليلاً نضيف الماء قليلاً نضيف الماء تدريجيا بشوية و نضيفها 10 دقائق و نضيفها 10 دقائق القوام العجين و نضيف العجين بشوية و نقسمها على 4 قويرة و نضيف العجين بلاستيكا و نضيفها 20-30 دقيقة و نضيفها و نضيفها و نكملها و نضيفها 30 دقيقة و نضيف الماء و نضيفها 100 ملل و لتستيقظ و نضيف من الماء و نضيف الماء و نضيفها نضح العمل بالخليط الزيت و الزبدة نضح سطح العمل من العجينة نضح المخمر مع الجن من الداخل نضح القدر من التمديد نضح نضح الخليط الزيت و الزبدة نضح الخليط الزياب Expectable necessity نضح البسبب نضح التفضل الدخم مستخدم الزيت والزبدة سوف نضيف العجن كمية كبيرة نقسم العجين إلى نصفا نقسم العجين نقسم العجين نقسم العجين نجمع أطراف العجين في الجنب نضيف مكايا جانباً في الإناء نستمر بنفس الطريقة بالنسبة لباقي العجين بعد كملت تشكيل العجين كاملة نبدأ بأول واحدة حيث تكون ارتاحت الناء والتلقات وتعطينا الطوع بشأننا نطلقوها بالنسبة للمخمرات سنقرسهم بشوية الفينو يعني لا تكتروا بزاف غير شوية وصافي نبدأ نقرسوا إلى الجهتين ونقرسوا للمخمرات لا تلققوهم بزاف أو يبقوا شغلات بحكمرة فيهم الخميرة سنكتفي بهذا القدر هذا وسنقرس مستمرة لنقرس المخمرات حتى نكمل الكمية كاملة سنقرسهم سنقرسهم نقرسهم إلى 10 دقيق مستمرة ونبدأ بأول واحدة لنقرسناها لنقرسهم ونقرسهم ونقرسهم إلى إختمار سنقرسهم إلى 10 دقيق 10-15 دقيقه بالأكثر سخنت هنا المقلع سوف نضيف القياس المخمرة ثلاثة نضيف دقيقة في الجهة الأولى سوف نضيف القياس المخمرة ثلاثة نضيف القياس المخمرة ثلاثة نضيف القياس المخمرة سوف نضيف القياس المخمرة ثلاثة كمثير تحتفظوا بالكمية اللي بغيتو في المجمد ومنين تبغيوهم تخرجوهم وتقدروا طيبوهم تماما يعني كيف ما درت أنا ومنين تبغيوهم أنا كنسخنهم غير في الفران باش ما يزيدو شي تحمرو او يطيبو كتر ومويم أنا طيب تكون شي دقة واحدة باش بلا ما نبقى عد كل مرة كن طيب منين نبغيهم نجبدي القياس اللي نحتاج كنسخنوا في الفران وكنقدمو فراه تيجي بحالي لعد يعني طيبته وهادي كتكون هي الوصفة ديالنا ديال اليومة ملوي مخمار توجده خفن زربن لقية تلاشية او معاشي كويس ديالتي تيجي يا سلام كشتم معايا الطريقة فراهة سهلة سريعة جدا تخرجو منها كمية كبيرة عذا نقسم معاكم هنا كيف كتشوفوا المخمرة كتجي مهبرة هشيش مورق ومنين بنين بساف بنسبة لها الطريقة ممكن تحضروا بها حتى الملاوي العاديين ومهم مراني شاركت معاكم جميع النصائح باش ان شاء الله تنجح معاكم الوصفة نتمنى تجربوه ويعجبكم تسافت لي تطبيقات ديالكم الانستغرام انا نخليلكم الرابط دياله اسفل في صندوق الوصف بصحة والراحة وإذا الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم